نتكلم عن الوقاية النظافة طبعا الشخصية مهمة جدا الاعتذاء بالنظافة الطعام التأكد من سلامة الدم يعني لابدلوقتي زمان كانوا قبل سنة تلاتة وتسعين الكشف الدوري على الكبد على الكبد المعرفة التضخمه الكشف على الدم في دلالات على دلالات الفيروسات الامتناء عن الكحليات والعخير المسببة الحقيقة دلوقتي بقيت فيه حاجة مهمة جدا زمان كان رميجين له دم او الواحد دي روح يتبرع بالدم ما كانوش بيكشفه على الفيروسات قبل سنة تلاتة وتسعين انما دلوقتي تواجدت الكشف عن الاكسام المضادة يعني بيكشفه HCVAB للاكسام المضادة بتاعت فيروس C الاكسام المضادة بتاعت الانتجم بتاعت فيروس B شوفوا بقى فيروس C مجموعة الRNA وده 6A سلالات زي ما احنا نتكلم انما فيروس B من مجموعة الDNA عشان كده سلالة واحدة مجموعة الDNA وعشان كده البروتين بتاعه عالي الانتجم بتاعه عالي فبيكشفه HCVSAG اللي هو الانتجم او البروتين بتاعه انما فيروس الف طبعا بيتكشف عنه بالاكسام المضادة اللي موجودة عادي جدا ولذلك او بيكشفه عنه بالصفرة وفي الحالة دي احنا دلوقتي عندنا دلال الفيروسات لما واحد بيروح دلوقتي يعمل اي عملية ولا يضبرع بالدم بيعمله حاجة اسمها هيباطايتس ماركارز هيباطايتس ماركارز اللي هي دلائل الفيروسات ويشوفه هل انسان مصاب ولا لا الحقيقة كان كل العلاجات اللي قبل سنة 73 للفيروسات دي او الاصابة الفيروسية هي ان الانسان يلزم الفراش يعزلوا حكته ويعزلوا ادواته وابتدوا يغزلوا تغذية كويسة جدا التغذية هنا تمتنع فيها البروتينات الحاجات المسبكة الدهول نمتنع عنها ونستخدم الكاربوهيدريات العسل كانوا يدولوا عسل كتير بطاطة بريه بالكمون حاجة ازا كده جيبنا قريش بالزيت الزيتون مش اكتر من كده وبعد كده يلازم يدولوا السوربيتول السوربيتول يدوابوه في المية ويسهولوا عشان يساعد على الهضم هو ده الامر ويعزلوا تماما وفي الوقت نفسه بعد كل 15 يوم يقدروا املاح البيل روبين اللي موجودة لما يلقوها انخفضت ووصلت الى الحدود 2-3 اللي هي المفروض ما زدشي في التوتل عن واحد ونص لما يلقوها ابتدت تب 2 اذا هو يتمثل للشفاء ويبدأ كده في هذه الحالة يأكل بالتدريج بالنسبة للصفرة او اليرقان او فيروس الف فيروس بي دي مشكلة تانية حنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل وفيروس سي فيه حاجات كتيرة جدا جدا عاديلين نتكلم فيها لسبب لان ده بيعمل حاجة مهمة جدا بيخش خلايا الكبد وبينمو فيها لما يخش الفيروس خلايا الكبد اللي هو فيروس الف فيروس سي وفيروس بي بيخش خلايا الكبد يعمل فيها ايه يلغي الارشاد الوراثي لان الفيروس عبارة عن ايه كابسولة الفيروس عبارة عن كائن حي ميت بره الجسم كابسولة ملوش اي لزوم اول ما يخش الجسم يستعمر ويخش الخلية يلغي الارشاد الوراثي بتاع الخلية وهو يفرض الارشاد الوراثي بتاعه ويخلي الخلية تبني نسخ من الفيروس على الريبوسوم بتاع الخلية الصرح بتاع الخلية اللي بيتبني عليه البروتين بتاع الخلية هو يفرض ارشاده الوراسي ويعبل مثجر R&A اللي هو الحامض النووي الرسول اللي يتبني على اساس النسخ لحد ما يتكون في الخلية تقريبا مئة الف نسخة تروح متفرقا على الخلية وتخرج كل نسخة منهم تصيب خلية كبد جديدة وهكذا عشان كده هو مستعمر مستعمر غريب جدا وبيسموه ويل ارجنايزد الاجانب بيسموه ويل ارجنايزد مالكيول يعني جزيء منظم تنظيم حسنا جدا لسبب لربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولذلك ليه طريقة غريبة جدا انه يخش الخلية يستعمرها ويلغي الارشاد الورسي بتاع الخلية ويبني هو نسخ لصالحه فيبني في الخلية واصلت في الخلية بالنسبة لفيروس C مئة الف نسخة تتفرع الخلية يخرج كل نسخة من دول تصيب خلية جديدة وهكذا وبالتالي بيحدث تضخف في خلايا الكبد والتضخف في خلايا الكبد ممكن يؤدي الى الليفرس الروزيس اللي هو ايه تلايه في خلايا الكبد وهكذا وعشان كده في منتهى الأهمية فيروس B شارس جدا فيروس B ده من الممكن يعمل ايه من الممكن يصبب سرطان بسرعة جدا ومن الممكن ييلهب الجسم ويعمل مشاكل كبيرة جدا بسرعة جدا وعشان كده ابتدوا يقولوا بما انه من سلالة واحدة اللي من سلالة دي ايه ابتدوا يعملوله مصر وبيدوه للأطفال الصغيرين خلاص ولذلك لما تيجيت الأطفال اللي خدوا مصر وتيجي يتقدر الانتيبود الأجسام المضادة لها أكتر من عشرة أكتر من عشرة معناها انه خد المصر بتاعه عشان كده دلوقتي في الخليج كله بيكشفوا ايه اقتبارات ما قبل الزواج بالنسبة الفيروس B بالذات لانه احنا زي ما احنا قلنا بينتقل عن طريق العلاقة الزوجية طيب اذا كانت الزوجة واخدى ايه واخدى تطعيم بالنسبة الفيروس مش مشكلة لكن هم بيكشفوا اي واحد عنده فيروس B ما بيسمحولوش بالجواز لازم يروح يتعالك في الاول طيب فين هو العلاج العلاج عبارة عن ايه عبارة عن حاجة تمنع تكاثر الفيروس تمنع بس يعني معنى ذلك ياخد علاك كل يوم اه وطول العمر وطول العمر الانتيفيرين بتاعنا بيقضى عليه في اربع شهور بيقضى عليه ازاي بيعمل حاجة اسمها DB يعني الانتيفيرين بيبذل جهد على الرابطة اللي موجودة بين الDNA بتاع الفيروس الرابطة دي موجودة ب82 كيلو جول هو الانتيفيرين عنده بيبذل طاقة خضرها 92 كيلو جول فيكسر هذه الرابطة وبالتالي بدن بيكسر نسخ الفيروس يبقى بالتالي انهى الفيروس وانهى الارشاد الوراسي بتاع الفيروس ثباما يبقى بالتالي يقضين عليه اللي هو الانتيفيرين اللي احنا عملناه كبراءات اختراع وسج الكدوى موجود حاليا فكذا حنعرضه على ساعاتكم بكرة ان شاء الله بهذه الامور الامر هنا انا بانسبالي في منتهى الهمية الوقاية خاروا من العلاج واحد بيروح بيتمرع بالدم يعمله دلالات الفيروسات اللي بيسموه هبطايتس ماركرس اي واحد بيجي يعمل عملية يجرحية برضو يعمله هبطايتس ماركرس فيه حنحية مهمة جدا لناس اللي عندهم فشل كلاو وبيغسلوا في الكليا الصناعية لابد انه يكتشفوا المفروض ان ده مصاب بالفيروس ولا لا لانه هيعدل لبعده هيعدل لبعده عشان كده لابد من تطهير الماكنة دي كاملة قبل ما تشتغل في واحد تاني لو كان عنده فيروس وعشان كده فيه حاجة مهمة جدا ثمان كان الفيروس ينتقل ازاي ليه اللي خلا انتشر في المطر هنا هو بيظن ان ايام ما كانوا بيضوا الترطير المقيء اللي هو المصل بتاع بالهرسيا فكانوا الحؤن اللي موجودة عندنا الحؤن الازازي الزماني اللي كانوا بيغلوها وبعدين اللي واحد يعمل ازاي كان الراجل الممرض يدي ده سانتي وده سانتي وده سانتي وكل العملية يعمل هيه يسخن الابرة وهو بيدي ينتقلها من واحد يسخنها على اللهب كده وتلقى عطى ده سانتي اللي خوعنا عشرة سانتي بيدي كل واحد سانتي اللي بيحصل انها دخلت دم واحد وخرجت من دم واحد راح التاني فعادت عملت لنا الاثناشر في المية او العاشر في المية المصابين بفيروس سي ده الكلام اللي تواجدت في مصر وعشان كده بيت فيه الاجيال الجديدة اللي جات زي السوفالدي وزي الهارفوني والكلام ده اي نعم بتخضي على فيروس سي لكن مشكلتها ان هي ليها نوع من انواع البويزلينج ليها نوع من انواع السمية على الكبد وعشان كده بعد الانسان ما يشفى لابد انه يعالج الكبد كويس جدا جدا يعالج عملية التلايوف اللي موجودة يعالج عملية الكبد الدهني اللي موجودة الاسباب لان الكبد الدهني لو سبناه لمدة 3 الى 5 سنوات من الممكن يؤدي الى ما يسمى بالليفرس الروزس كلام ده في منتهى الاهمية عشان كده انا حاعد افصل فيه هنا لما نيجي تشوف العلاج السيضالي اي وقاية بس هتلقى العلاج السيضالي عبارة عن زمان العلاج السيضالي الاغذية السكرية ده بالنسبة الفيروس الف مع التقليل من الاملاح والبروتين مع مشتقات ايه مضادات الفيروسات وهناك الكورتزون والانترفيرون طبعا كانوا الانترفيرون هو الكبد بيفرز 24 ايزومار يعني 24 ايزومار يعني 24 متشابه من الانترفيرون الانترفيرون لما صنعوه كانوا بيدوك حقنا يوم بعد يوم وبعدين بيقعونا كل اسبوع كان في الاول صاحب جدا جدا لان هو ما كانش احدى المتشابهات اللي بيصنحها الكبد انما ابتدوا يعملوا كمتشابه بايه اللي بيعملوا الكبد كلمة متشابهات يعني اني انا لما قف قدام المرايا ايدي اليمين تبان شمال فالصورة بتاعت البراءة تعتبر شبيهة بالنسبة لي فهو بيعمل 24 ايزومار يعني 24 متشابه من الانترفيرون فهم ابتدوا يعملوا المنتشابهات دي ويحطوها في الانترفيرون ويحنوه على اعتبار يرفع مقاومة الكبد للفيروسات ده كان العلاج الاولاني وبعدين ابتدت العلاجات تبا متخصصة